بعد ما عملت الفيديو ده جاني تعليق بيقول ان الحمام عنده بيقعد تلاتين يوم او خمسة وتلاتين يوم على بال ما يبيد تاني اه طب انت بتعمل ايه ايه الحل بقول ايه الحل يعني اه طب زي ما حضراتكم شايفين الفيديو ده اللي انا صورته في خمسة وتلاتين يوم دي اللي انت حضرتك هتشوفها دي اتصورت في خمسة وتلاتين يوم اه الحمام ده اه حصة في اليوم السبعتاشر زي ما حضرتك هتشوفه دلوقتي بسرعة هيحصي في اليوم السبعتاشر وممكن طبعا يحصي من اليوم الاثناشر اللي هو من عمره الزغالي زي ده دلوقتي ممكن يحصي في العمر ده اثناشر يوم الى عشرين يوم في اي وقت من ده الحمام اللحم يحصي لكن طبعا معنا القص ده حصة اه في اليوم السبعتاشر والحسوة التانية كانت في اليوم التسعتاشر اه ايه انا بعمل ايه هتشوفوا الحسوة الاولى في اليوم السبعتاشر اليوم التمنتشر طبعا مش هيحصي اليوم التسعتاشر حصة الحسوة التانية ورجع بعد كده اه ده طبعا اليوم العشرين خدنا الحسوة بتاعه حضنناه تحت اه اه قص تاني اه علشان يا الزغيل دي كانت لسه صغيرة يتفرغ للزغيل دي وبرضو نستفاد منه عش جديد فطبعا هو هيحص تاني اه نستفاد منه تلت عشوش في خمسة وتلاتين يوم لو استنيت معايا لليوم الخمسة وتلاتين هتلاقي يكون حصة حص وقتين كمان اه هيحصي اليوم تلاتة وتلاتين اليوم التلاتة وتلاتين من عمر الزغيل دي واليوم الخمسة وتلاتين اه الفيديو ده انا بعمل ايه هقول لك انا بعمل ايه واتبع انه نظام غزائي وايه فيتامينات وايه ان انا ماشي عليه علشان اه الحمام يلحم العش في العش طبعا هو حص ده اليوم تلاتة وتلاتين ولسه هيحصي اليوم خمسة وتلاتين شوف هنا انا بعمل ايه علشان الحمام يلحم العش في العش طبعا هنا خمسة وتلاتين يوم حصت الحصوات التانية هاخد الزغيلة فطمها وهيكون في نفس الوقت العش اللي هو اطباض من اليوم السبعتاشر فأس في نفس المعدل اللي هو خمسة وتلاتين يوم بقى معنا تلات عشوش هتشوفها في اخر الفيديو ان شاء الله حجم الزغليل بسم الله ما شاء الله رغم ان هم تلات زغلل لكن حجمهم كويس جدا لكن طبعا لو هما زغلللين هيكونوا افضل من كده اه تعالي على طول نشوف انا بعمل ايه علشان الحمام يلحم العش في العش نبدأ مع بعض الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لما كنتش مشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهات ايه الحاجات اللي تخلي الحمام ما يبتش الحمام ممكن ما يبتش عندك لو عنده ديدان لكن لو استخدمت ادوية الديدان انا بقول لك برضو ها لازم اه ما بتستخدمش ادوية الديدان كل شهر زي ما في بعض الناس عاملين جدول وقائي كل شهر لا جدول وقائي كل شهر ادوية الديدان بتأثر على ريش الزغليل بتستخدمها كل تلات شهور او اربع شهور خلاص وطبعا بتتكرر بعد اربعتشر يوم وايه كمان تاني اللي بيمنع الحمام ان هو يبيض لو في عنده سلمونيلا الحمام مش هيبيض ايه كمان لو في اي انواع من انواع الاسهالي بقى الحمام مش هيبيض ايوة بس مش بالتلات شهور واربع شهور فترة المرض بس الحمام بيقطع فيها البيض طيب ايه بقى المكونات بتاعتنا شو بقى سيدي طيب بيبقى خمسة كيلو دور حمام اتنين ونص غلة اتنين ونص دور اسفر اتنين ونص دول غلة واتنين ونص دور اسفر علشان برضو توفر معك شوية كيلو ونص فول فول حمام وكيلو ونص بسلة البسلة الخضر دي متجيبش اللي هي النوال اصفر النوال اخضر ده اللي هي الموجافة برضو بس هي لونها اخضر كده ده اللي احنا بنعمله للحمام هتحب بنحط عليهم ايه بقى الاضافة طبعا طول السنة ده ما تمنعوش ابدا سيناقف وصفات السوديوم معلقة كبيرة معلقة اكل كبيرة على خمسة كيلو من الكلفة بتاعتنا تمام دي الحاجات اللي ما بنبطلهاش طول السنة طبعا لاكل ولا سيناقف في صفات السوديوم زائد اللي هو التحدي اللي هو البلدي ده بيتمع تقريبا نحكي له باتنان جنيه عند اللي بيبيعهم الكلفة بتاعت الحمام اهم شيء فيه العنصر الاساسي فيه اللي هو محار البحر او الكواكع اللي هي المطحونة او الصدف اللي هو المطحون ده سميه زي ما تسمي اهم حاجة اللي هو في محار البحر ده ده اللي هو التحديق ده ليه بقى لان ده اللي بيكون الكلسم اللي بيحتاجه الحمام علشان البيض طيب ايه كمان تاني بعمله اللي بعمله جروفيت بلاس تلات ايام في الشهر سنتي واحد سنتي على لتر المية لمدة تلات ايام في الشهر زائد سيلينيام اشتري سيلينيام ازازة صغيرة زي كده فيها مسلا اربعين سنتي بعشرين جنيه سيلينيام ايطالي او سيلينيام هولندي مش شرط يكون لون اصفر كده ممكن يكون ابيض تمام وجروفيت بلاس ممكن كمان تشتري ابوة صغيرة برضو الصنت تقريبا بنص جنيه او يزيد شوية صغيرة مش مشكلة يعني لو انت لان الابوة الكبيرة دي بتلتمية وخمسين جنيه لا قبل الزيادة لكن هي دلوقتي طبعا اكيد فادها زيادة مع الزيادات دي الحاجات اللي هي اللي احنا ماشينا عليها على طول طيب لو الحمام قاطع زي ما بيقولهم بقالوا سنة زي ما انت قلت الحمام بقالوا سنة قاطع الحمامة مليسة او الحمامة مدهننة الحمامة المليسة الحمامة اللي مش بتبيض خالص الحمامة اللي قاطع بيض وفقاتنا فيها الامل اللي يخليها ترجع تشتغل تاني هقول لي سيادتك على حاجة انا جربتها وكنا بنعملها زمان زي ما قلنا في فيديو سابق مع البط والوز اهي هنحط شوية منها كده ده اسمه رز الشعير يا رب يكون واضح كده رز الشعير مش الشعير يا جماعة الرز الشعير غير الشعير الرز الشعير ده اللي هو الرز الابيض المصري اللي احنا بناكله اللي احنا بنطبخه بس قبل التأشير قبل ما يروح المكنة اللي هي بتشيل القشرة من عليه هو بيطلع من الارض الزراعية بالشكل ده بيأكلوا فيه تقريبا خمسة جنيه خمسة ونص ستة جنيه على حسب الباقة يعني وعلى حسب جودته طيب ايه الفايدة من رز الشعير رز الشعير ده كانوا بيستخدموه للبط انا قلت في فيديو قبل كده ان هو بيدوب الدهون او بينشف البط قبل الدبح طبعا كانوا بيسمنوه بزيادة فبيكون فيه دهون كتير الدهون دي هي اللي ممكن تمنع البيض عندي النتاية القشرة اللي هي قشرة الرز اللي بيسموها الرجيع لما بتتقشر من الرز ده بتتبع القشرة الوحدة فكانوا ياخدوها يحطوها للبط في قبل الدبح مسلا باسباب عشرة ايام كانت بتنشف البط فاحنا بنستخدمها مع الحمام اللي مش بيبيض برضو تنشف منه الدهون او تحرق الدهون المكون ده جماعة بيحرق الدهون اللي في النتاية النتاية المليسة المتاية المدهننة ده اللي هيخلي النتاية تبيض عندك لو النتاية قطع بيض بقالها سنة مكون ده الروز الشعير هيخلي النتاية تبيض عندك لو حتى كانت قطع بيض بقالها سنة تمام هيحرق الدهون وهيرجع النتاية تبيض من تاني ده حاجة كنا بنعملها زمان وإحنا صغيرين. طيب هنعطي للحمام اللي معها زغليل لا طبعا. لو حمام معها زغليل زغيرة ما تعتلوش. زغليل زغليل زغيرة زغليل اللبا ما تعتهوش. زغليل كبيرة اعطاها مفيش مشكلة حصلتها تتحمل. انما زغليل الزغيرة هقول لك ما تعتوش ليه? لان فيه شوكة هم كانوا يقولونا كده زمان ما تعتش للحمام اللي معها زغليل زغيرة. الشوكة المدببة اه ممكن تشك الحصلة من جوة وتموت الزغلول الزغيرة. ده كان ده من عيوبه. انما انت عطيه للحمام اللي هو مفيش معه زغليل. صدقني الحمام بتاعك هيبض من اول والديد. يرجع احسن مكان من الاول ومعادش هيبطل بيه طول السنة. طبعا ده الاصل اللي احنا شفناه في بداية الفيديو اللي هو اه محضن ثلاث زغليل لمدة خمسة وتلاتين يوم اللي احنا اخدنا منه ثلاث عشوش النهاردة الزغليل هو اليوم السبعتاشر من عمرها. حصت النتيجة اول الحصوية. آآ وبسم الله ما شاء الله حجم الزغليل كويس. لكن انا فضلت ان انا اخد الحصى بتاعها. آآ احضنه تحت حمام تاني. آآ طبعا اليوم التسعتاشر حصت الحصوى التانية زي ما حضرتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله برضو الزغيل حجمها كويس. آآ في ناس بتتبحة في العمر ده. لكن انا بفضل علشان هنبيعهم بنسيبهم اكبر وقت مع الاهالي. طبعا هناخد الحصى بتاعهم ده. نحضنه تحت آآ نتاية تانية او تحت قص تاني. آآ علشان برضو يتفرغوا للزغليل وفي نفس الوقت بيضم عيش جديد. فطبعا هما هنا بقت الزغليل عمره هو تلاتة وتلاتين يوم. بسم الله ما شاء الله. حصت حصوية تانية. آآ تبقى كده آآ تلات تلاتة عيشة يا جماعة. آآ هتبيط كمان الحصوى التانية من عمر خمسة وتلاتين يوم من عمر الزغليل دي. وهوريك كمان شوية الزغليل اللي هي فقست اللي هي كانت متحصية في العيش من عمر الزغليل دي وهي عمرها سبعتشر يوم. كانوا محصيين الاهالي. هوريك برضو الزغليل دي فقست الوقتي. وعمر الزغليل دي خمسة وتلاتين يوم هيبقى معانا تلات عشوش بالزبط. هيبقى معانا زغليل كبيرة وزغليل زغيرة وحصة جديد. آآ طبعا هدل الوقتي هنفتم الزغليل دي. وهنسيب الاهالي بقى مع الحصويتين الجداد. وبرضو هوريلك الزغليل اللي هي اللي كانت متحصية الاهالي دي محصيها وهم عمر سبعتاشر يوم هي دي الزغليل آآ تحت قص تاني آآ اللي انا محضن تحته اهو بسم الله ما شاء الله حنية الحمام اللحم. انا اخدهم كده وعشان نحطهم جنب بعض ونشوف الثلاث عشوش الاهالي آآ طلعوهم في خمسة وتلاتين يوم. الزغليل الكبير دي خمسة وتلاتين يوم. والزغليل الزغيرة دي عمر يوم اول يوم لسفقسين النهاردة. والحصى ده ان الوقتي لسه الحصوى التانية متحصية النهاردة يبقى بالطريقة دي خدنا تلات عشوش خدنا تلات عشوش ازاي بالحاجات اللي انا قلتلك عليها في بداية الفيديو اللي هي انا عملتها الكلفة المتوازنة والجوروفيت بلس والسيلينيام والتحديق ولو الحمام قطع بيد ما بيبدش خالص بنضيف رزي شعير وسنائف وصفات السوديوم متنسهوش معلقة كبيرة على خمسة كيلو من الكلفة معلش يوزروني علشان صوتي انا بردان جدا جدا يكون ادعولي ادعولي بس ادعولي وربنا يكرمكم ان شاء الله وارزقكم الخير اهو رجعناهم النتاية مستنياهم طبعا هي اللي محضناهم من البداية وهي دلوقتي تعتبر امهم طيب كده نقول ايه كفاية على الزغليل دي بقى عمر كده خمسة وتلاتين يوم ده اللي عناهم كتير نفطومهم بقى يعتمدوا على نفسهم هم الحمد لله بيأكلهم لوحدهم نشوف بسم الله من شاء الله الزغليل احجام محترمة بسم الله من شاء الله سغليل محترمة احجام محترمة اللاحم نفطومهم بقى نقوله روح بقى اعتمد على نفسك نسيبه مع الحمام يتعود على المكان وياكل لوحده ويعتمد على نفسه بسم الله ما شاء الله تلات زغليل احلى من بعض يا جمعة مش عشان تلاتة يعني هم ممكن خدوا وقت شوية لكن حجمهم مش مؤثرين في اي حالة بسم الله ما شاء الله الزغلول التالت مش عايز يتفتم خلاص بقى تعالى كفاية لك كده كده القص يكمل على الحسويتين بتوعه واشوفكم في فيديوهات قادمة بازن الله لو عجبك الفيديو عمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة